أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب صف الحادي عشر هذا هو الأسبوع الثاني عشر في هذا الفيديو سنصلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع الأسبوع الحادي عشر بداية أود أن أذكركم أننا لازلنا في نص من الخطب الملكية سنصلط الضوء على أسئلات التذوق الأدبي بعد استذكار الناس وقراءته دعونا نبدأ سيكون أيضا هناك عزيز الطالب النشاط الموجود أسفل القصيدة عد إلى كتاب إلى ولدي لأحمد أمين واكتب جملة من النصائح التي كتبها إلى ولده وصممها على شكل مطوية وانشرها أو عد إلى أحد دواوين شعراء المهجر واختر قصيدة من القصائد التي عبر فيها الشعراء عن ذكرياتهم في الوطن وقرأها على زملائك إذن سيكون لديك عزيز الطالب خيارين الأول أن تأخذ من كتاب إلى ولدي لأحمد أمين بعض النصائح التي كتبها إلى ولده والثانية أن تختار قصيدة في الوطن لأحد شعراء المهجر بداية أريد أن أنوه أن موضوع هذا الأسبوع هو قصيدة وطن النجوم للشاعر إليا أبو ماضي هذه القصيدة هي ملك لكل مغترب يحن لوطنه لكل من يحن لأريج زهر وطنه وتربة وطنه لكل من يستحضر ذكريات جميلة في أحضان وطنه وما زاد القصيدة قوة وجمالا أن الشاعر لم يسمي بلاده وبالتالي فقد جعل كلمة الوطن شمولية تمس كل قلب يحن لوطنه وأصله مختارات من لغتنا الجميلة وطن النجوم وطن النجوم أنا هنا حذق أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعن جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا يتسلق الأشجار لا ضجرا يحص ولا ونا ويعود بالأخصان يبريها صيوفا أو قنا ويخود في وحل الشتاء متهللا متيمنا لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألصنا أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منا أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فختنا حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنى اشتركوا في القناة عاش الجمال مشردا في الأرض ينشد مسكنا حتى انكشفت له فألقى رحله وتوطنا زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة فالمرء قد ينسى المسيئة المفتري والمحسنة لكنه مهما سلا هيهات يسل الموطنة إليا أبو ماضي الشاعر لبناني والذي عرف بشاعر المهجر وبعد أن قرأنا الدرس سنبدأ بأسئلة الفهم والتحليل وهي التي تظهر أمامكم في الصفحة 94 ما الصفات التي أسبغها جلالة الملك عبد الله الثاني على نفسه في بداية الخطاب يفخر الأردن أنه أطلق مجموعة من المبادرات ما هذه المبادرات وما الهدف من إطلاقها ورد في الخطاب الجوامع بيننا أعظم بكثير من الفوارق فما هي الجوامع ورد في الخطاب لا علاقة لهم بخطاب الكراهية الذي يحمله المتطرفون متى يكون العالم عرض للتهديد كما ورد في الخطاب ما الحل الناجع الذي أشار إليه جلالة الملك لمواجهة العنف عد إلى الخطوة الثالثة في الخطاب ثم أجب عما يأتي لماذا دع جلالة الملك إلى ترجمة المعتقدات إلى أفعال كيف يمكن أن نترجم المعتقدات إلى أفعال ما أثر ترجمة معتقداتنا إلى أفعال في المجتمع أيضا الأسئلة كثيرة سنقوم بدراستها خلال الوحدة ما الوسائل التي تساعدنا على إعلاء صوت الاعتدال عن أي زيف وخداع يتحدث جلالة الملك والكثير الكثير عزيزي الطالب هذا هو عرض سريع لما ستناوله خلال الأسبوع الثاني عشر أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة ترجمة نانسي قنقر